أن الله عز وجل حينما يرسل نبيا أو يعين وصيا أو يتخذ من بعض عباده أولياء فهو يدافع عنهم ويريد من الناس أن يطيعوهم الإطاعة هي العلاقة المطلوبة من الناس مع أنبياء الله وأوصيائهم فما من نبيا يرسل إلا وربنا يريد من معاصريه أن يتبعوه أن يسمعوا منه أن يغيروا حياتهم بناء على تعاليمه والحسين هنا ليس استثناءا بين الأولياء ففي الدرجة الأولى مطلوب مننا أن نتبع الحسين أن نتبع الحسين أن نتخذه منهجا وأن نحمل رايته التي قتل من أجلها في هذه الحياة إضافة إلى أن اتباع الحسين يعود علينا بالثواب والأجر ورض الله عز وجل تماما كما أننا حينما نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتغير حياتنا في الدنيا ونكون سعداء وأيضا تتغير حياتنا في الآخرة فنكون من المفلحين إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر